اشتركوا في القناة لكن ممكن تبقى حاجة بسيطة صغيرة قوي وعملالي قلم بتبقى بالنسبة لي حاجة اكبر بكتير من الحاجة الكبيرة دي في ده كترة شطرة جدا وانتوا عارفينهم ومحققين نجاح كبير قوي ومعاي على مدار سنين في كذا كانوا طبعا وانا بتشرف ان هم موجودين معاي في صد البلد وبرنامج انا والطبيب لان هم محققين نجاح كبير ومستيبين حد رايح لكم في كل المحافظات علاج الام خشونة الرجبة علاج الام سواء اي مشكلة في العمود الفقري دي حاجة مش مسهلة ولكن عارفين السهل الممتنع اللي هو الحاجة اللي هي انت خففتني وخليتني امشي وناس كانت بتمشي بعكاز ناس ما كانتش بتتحرك ناس مش عارفة تصلي ناس مش عارفة تقوم حتى تاكن لقما مع نفسها كمان معانا مفاجأة حلوة اوي 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 وتقرير لفنان كبير انا من خلال برنامج انا والطبيب بقدم له يعني بقول له الف مبروك والف شكر طبعا للدكاترة يعني مش هرفيني انا وايمين معاه بمجهود جميل زي ده وقالوا لي كمان هو اللي صمم ان هو يعمل التقرير ده من قطر فرحته ان ركبته الموضوع اختلت معه خالص هنشوف التقرير طبعا ولكن خلينا نرحب بالدكاترة المتميزين دكتور سامي انديل استشاري اول علاج الالام والمفاصل والعمود الفقري بدون جراحة دكتور يوسف سراج الدين استشاري جراحات العظام والكسور وعلاج الالام المفاصل انا مسهلا بكم ونورتونا وحشتوني جدا 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 ومكسرين الدنيا كالعادة وجايني بمفاجأة حلوة قوي اول ما سمعتها انا بصراحة قلت ايه ده ايه ده يا جماعة ايه المجهود الكبير يا دكتور سامي اللي بتقومه بيه ده ازاي بيبقى فيه يعني تطور كده احنا عارفين طبعا علاج الالام حلو قوي بس انتم عامين طفرة كبيرة قوي ايه اللي بيحصل كل شوية تقدم تقدم الحمد لله بفضل ونعمل عندي ربنا الحمد لله اول فكرة بس ان انت فعلا يعني اخ حطت الطريق قدامك حطت هدف كل يوم فيه جديد لازم تبقى قري عنه وشايفة منه لازم انت تعرفي على كل حاجة جديدة بتاخدي كل الخيوط معاك بتحاول دايما دايما تكتهد تنزود من طموحنا الامور بدأت الحمد لله يعني الامور بدأت تفتح اكتر بدأنا نوصل الناس كتير القاعدة بدأت تكبر بقى هنا نشوف حالات كتير وبقى هنا نشوف حالات بتتحسن كويس قوي وحالات لسه محتاجة فالتفاصيل بدأت تكبر وبدأت الامور الناس عندها وعي الحمد لله 40 كنا بنتكلم من 5-6 سنين ومن كنت حضرتيني من 5-6 سنين كنت لسه بقولي كاميري قولي للناس تعالوا الموضوع ابسط من كده كنا لسه بنعرف الناس تعالي ازاي نعالج الخشونة ازاي الحمد لله الامور وسعت جدا والامور تضحت وبقى فيه نتائج كويسة جدا انتوا كانوا على 7-8 سنين فالخبارات زادت النتائج نعالج اخطاءنا نحدث اكتر الحمد لله ربعا مين فيه نتائج كويسة وده اللي بنقوله الطب كده كل يوم فيه جديد كل يوم فيه تعديل لخطتك فالامور ماشية كويسة الحمد لله ربعا مين وصلنا المعظم الناس في كل محافظات مصر الحمد لله وحنقول طبعا ايه المحافظات الموجودين فيها ونسأل بس وقالي المهمة قوي علاج الالام بقى موصلنا ان انا بذات نفسي لما بسمى حد عايز يروح يغير مفصل رقبة اقولهم انه الناب يستانوا شوي يعني طب اخر فرص بس روحوا عند دكتور وبعدهم لدكتور سامي بكل صراحة وهو شاهد بحاجات زي كده انعملت وفعلا النتائج هم حلوة قوي ازاي دكتور من حد هيغير مفصل رقبة وحد لأ بيمشي ومش مغير المفصل الرقبة وبقى زي الفل ده دايما انحنا بنقوله للمريض امتى انت تحتاجة انت تغير مفصل الرقبة مفصل الرقبة المفصل الصناعي اللي اخترعوه عشان يركبوه للانسان بيبقى ليه مواصفات معينة مريض لا قدر الله كان عنده كنصر وحصل عنده تآكل في المفصل تماما والمفصل نفسه معادش موجود ده ساعتها نقدر نقوله ان انت محتاج تعمل عملية تغيير مفصل الرقبة مريض لا قدر الله تعرض لحادث كبير وحصل عنده كسور والسطح المفصل يشكله تغير تماما ومبقاش موجود مفصل ساعتها لازم هنحتاج ان احنا نغير المفصل لكن مريض عنده مفصل والمفصل الطبيعي مازال موجود وبيمشي وبيتحرك به ولكنه مؤلم طب انا ليه اغير المفصل الطبيعي اللي ربنا خلقه خاصة ان زراعة المفصل في الجسم ليها اعراض وليها مشاكل وليها تفاصيل كبيرة جدا ليست سهلة وليست بالسهولة الطبيعية اللي احنا بنقولها لكن انا دايما بقول للمريض انت طول ما المفصل موجود وبيتحرك وبتقدر تستعمله بس بيقلمك احنا نقدر نشيل القلم اللي موجود ده التقنية والطب بقدم لنا حاجة حديثة عمرها مش طويل قوي بان حوالي 8 او 9 سنين من بر مصر وحوالي 7 او 8 سنين جوه مصر بدأنا نقدر نعمل اعادة بناء للسطح المفصلي للركبة اللي هو الجزء اللي حصل فيه تآكل نتيجة الامراض المزمنة نتيجة الوزن نتيجة تقدم الزن سوء الاستعمال بيبدأ يحصل تآكل للطبقة السطح المفصلي دوت دلوقتي بقى عندنا تقنية البي اربي اللي تطورت بصورة كبيرة اوى اخر 3 او 4 سنين كمان اللي انابيب اللي بنعمل بها عملية الفصل طريقة تركيز الصفايحة الدموية عوامل البناء اللي موجودة على الصفايحة الدموية لو فيها ضعف عند اي مريض نقدر نصلحها نقدر نجيب العوامل دي من برة وبنقدر نزرعها دلوقتي على البي اربي بتاعت المريض بتعمل اعادة بناء للسطح المفصلي مع شوية تعليمات صغيرة بنيديها للمريض لو العوامل الهدم اللي عندك اللي هي الوزن السكر الرومطويد المشاكل الصحية اللي موجودة عندك انت بتصلح المشاكل دي اللي هي بتعمل عوامل الهدم واحنا بنعملك بنصرع عملية اعادة البناء بتاعت السطح المفصلي فبيختفي القلم بنخلي الناس من واحد قاعد مكانه بالضبط وعارفة ان فيه ناس بيجيلكم اول جلسة بعكاز وكورسي متحرك كورسي متحرك ماشاء الله وبطلعوا سلالهم وبينزلوا دايما بحب اكد مع حضراتكم ان الحقن ده ما فيهوش كورتزون يعني معه عشان الناس اللي واخده فيه باك أو صمعه غلط قبل كده زمان بحقن الكورتزون الموضوع مش كورتزون العلاق طبيعي مية في المية بيتم ازاي دكتور الحان بص اول حاجة الحمد لله وبرضو يعني الكلام ده احنا بنقوله وبيتنفذ والمريض بيشوفه بعين احنا المريض لما بنعمله كونسلتيشة ونشوفه ونحدد درجة خشنته بنعمله خطة علاج وبتكتب فيها وبيقى شايف انه احتمال يعوز جلسة وجلستين درجة خشنته درجة تانية حطنا له البروتوكول بيتنقل من عندنا بعد ما بنكشوف عليه ونكتب له الفيتامينات والادوية اللي احنا هنمشأ عليها او الدهنات يدخل على دكاتة المعمل بياخد عينة الدم ده قدام عينيه لانه بقى اهله معاه كمان ماشيين او المرافق ليه بعد كده البلازمة بتتفصل قدامه وندخل على البلازمة اللي هي انا بسحب عينة من الشخص اللي هو عينة الدم منه وبيقى مرافق معاه وهو موجود ودكتور المعمل بيشوف صورة الدم مش مبنك في اي حاجة الدكتور المعمل بتكلم معاه بيشوف صورة الدم ويشوف نسب البلتلس والصفاح اللي عنده قد ايه بعد ما بنفسر البلازمة وكلها الحمد لله ما فيش اي ايد بتلمسها لان كلها حاجات بتتفتح لأول مرة انا بيب من كسها من علبتها والسرينجات والكانو كل حاجة بعد كده بتروح متكيسة ومتغلفة لقضة الحقن المريض بيقعد بيتعقم ركب كواس جدا بنرش بنجي موضعي اللي هو زي الكنس بري 2% أو 3% عشان يخضر الجل بعد كده بندخل ببنج صغر نوم سن الانسولين ابرة فيها بنجي تاني سن صغر نوم خالص نحن اصبحت حوالي 3 سنتي متخضرين كل سمك بتاع الجل اللي هو فيه الاحساس بندخل بابرة البلازمة الحقن داخل مفصل مش بيوقع انتو حتى احساس الحقن الألم بتاعه مش بتحسسه المريض دي حقيقة دي حقيقة لو أصلا عنده ألم تعبين الحقن بيتم بدون أي ألم خالص ودام عينيه شايف كل اللي بنقوله المريض بيقى البينجو قدامه لو احتاجنا البروني سيراب اللي هو المغاز بيبقى متعب قدامه لو احتاجنا الجلاتين أو الملين أو الأدوية كل حاجة قدام المريض وهو فايق وشايف إيه اللي بتعمله وإيه اللي بتحيي وفيهم يمشي عادي جدا يخرج يروح كل التعليمات ويروح ويتابعنا بقى على مدار عدد جالساته ده هو بيروح من اللي بيسيبكم بعد كده لأنه انتو طبعا ما شاء الله ما شاء الله بتبقوا سبب إنه هو بيتحرك وعلى أقل بتخففه الألم الموجود اللي هو طبعا بتعمل التهاب فبتقلل التهابات واللي حصلة في رجبيته أنا ببقى بعض الناس عندهم التبات هي نفسها مادة جيلاتينية فبتدي إحساس الليونة وتحسن الليونة جوروك بقى تلاقي المريض بعض الناس يقول لك كده والحمد لله بيقولوا إنك تركبيته مش عارفة في رجوة واتنية يبدأ تبدأ فيها الليونة غير إنها بقى هتبدأ في مرحلة البناء هو ده اللي بقى ايه بنعوزه على الجلسات إنها هنبدأ الهدمة يبدأ يقف أو الخلايا اللي عملها تقع هتبدأ تقف الهدم يبدأ يبدأ يتحسن يحسن ولا تغيير مفصل ولا أي مشاكل ولا تقعد مكانك خلينا أقول المفاجأة هكون معنا دلوقتي وأنا سعيدة جدا بالتقرير ده وأتمنى أنه يفضل يتعرض على طول عشان كل الناس لما بتلاقي فنان مشهور ومعروف راح أعمل حاجة إحنا إحنا ذات نفسينا كلنا منحب نشوف الناس اللي هي قريبين مننا حتى لو أخوه يا أختي راح أعمل حاجة فأنا بابقى متطمن فلما نشوف فنان كبير زي ده وتعالج والحمد لله خفى على إيد الدكاترة الشاطر الموجودين معنا النهاردة يعني أنا متهيالي بعد كده هنروح وإحنا مغمضين عنينا خلينا نشوف التقرير ونجعلكم مرتان الحمد لله يا حبيبي مش عرفنا النهاردة ربنا يخليك يا دكتور ساني أنا عايز أسمى حضارك بابتولي لأن أنت النهاردة والله جايلي بفضل الله ربنا يخليك حضرتك جاي علشان عايز تقولي سلامة وعايز ودي حقيقة يعني أنا النهاردة الجلسة الأخيرة مع حبيبي والهداية ده ربنا معك هاي دكتور ساني لعلاج الخشونة عندي في الركب النهاردة الجلسة الأخيرة دكتور ساني التحصل فوق 95% الله أكبر الحمد لله الله أكبر الشريفة بن عامد ربنا ربنا يكريمك ويخليك وده حقك عليا إن أنا أولي الناس بجد يعني فعلا الطريقة اللي أنت بتعالي بيها دكتور ساني بنأنجح الطرق اللي أنا جربتها مؤخرا وجالي النتيجة وأغنيتني عن إن أنا أفكر إن أنا أعمل عملية ودي كانت بالنسبة لي مشكلة كبيرة طرق السرقم كمان الله أكبر دي بقتي والنزول بقى أسهل كتير من الأول الحمد لله اللي عايزه يكون بقى فعلا المصيحة للأسيد هاي الشاكر بجد النقلة كبيرة أوي الحمد لله يعني أنا الحركة كانت بالنسبة لي في وقت من الأوقات لما جيت لك أنت شفت الحركة بالنسبة لي مشكلة القوام والقعادة والسلم والنزول لا فعلا مشكلة هل فعلا بأمانة وربنا هاشر على هذا الكلام هل فعلا الحقم مرحب طريقة الحقم وإن أنا باخد عينة الدم وإن حطها البلازمة الحاجات المنزولاتين الحاجات المساعدة هل هو حاجة مساعدة كده خالص خالص ولا ألم زينه ألم وده الشرطي كان معاك من الأول قلت لي وإنت وعدت لي قلت لي أنا البنج اللي بتحط الحقيقة يعني يا شكل الحقم قد يكون بيخط أهو الله بالأيئة عيوة لكن الحقيقة والله أنا محمد عيني أنا ما حاسس أبدا أنت بتعمل إيدي حقيقة أنت حريص كده كمان أعرف لأن هو الفكرة في الفعلا دي حقيقة على الماء إن الحال داخل مفصل مش بيوجع إنما الدخول بالإبرة ما عندنا الطرق البسيطة السهلة بنج موضع مروش بينجو رد بينجو موضع بسن صغنون والمريض بيوم يبشي مش عايزك تبخر على التنهورة حاضر 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 بحفلات محضرين حاجات حلوة قوي طبعا وغالي جديدة الله وحفلات وأول حفلة تسمحني الدعوة لحبيبي دكتور سامي كمهت المبتل يلب cuando أحارك حاجة الحاجة طبعا ع raggy ساعدني مش ع Parker الدكتور سامي شكري ألف، ألف شكر لك يا حبيبي على أهتمامك وزوءك جديد من حضرتكم من كل انت شرفتنا وانت حددك يعني اكبر اكبر صورة مشرفة لنا احنا الحمد لله بنحاول نختل الناس والحمد لله رب عميل ان ربنا بايد وشينا معاك والاستجاوة فاعت ربنا وشي فحمد لله عشان تلبط القبيل الحديد ربنا سألوك ونخليك ليا ربنا شكرا ارجعنا لكم من جديد وعايزين نقدم يعني الف شكر لدكاترة اللي بنوارينا النهاردة على النجاح الجميل وبنقول طبعا الف حمد لله على السلامة لفناننا الجميل استاذ هاني شاكر اللي دايما يعني بيسعدنا بصفو الحلو وصلكم ازاي قولي بقى يا دكتور والله هو الظروف ان كان فيه يعني مريض عندي راجل محترم قوي اسمه استاذ ابراهيم زميل جدا وصديق اسري مع الستاذ هاني فكان عمل عندنا بلازما في مدينة نصر وتحسن جدا فبكلام بيجي بعضه بقى فهما في جلسة عائلية فقال له لأ ده انا عملت كذا وكذا ولقيت الستاذ هاني بيكلمني الستاذ ابراهيم اداله الرقم فقال له طبعا تشرفنا وتنورنا فبدأنا معاه الجلسات ويعني بصراحة ده شرف لنا لان ده راجل ما شاء الله من المحترمين جدا اللي هو مازال متمسك بكل القيم والأخلاق الستاذ هاني من يعني الاخر حد كده تحطيه وبعد كده تلاقي بقى الفن الاخترم صح طبعا اخر كده المحترمين هو اللي قافل صادت كده بتاع الاخلاق كلها الاحترام فطبعا انا في الاول ما كنت يعني الان ان هو يبقى خايف لانه هو فعلا بيقول لي بخاف جدا في ناس اصلا بيبقى عندها حتى خوبيا من الحؤن فهو فلتقول لا ما تقلقش هنبدأ خطوة خطوة ده قالك زيره زيره بأمانة يعني هو بيقولي انا بخاف من حاجة اسمه حؤن ومرعوب قلتقول لا خطوة خطوة معاك بعد ما خلصنا هو طبعا انا عايز اقولك ان الفيديو ده هو اللي طلب يعمله بعد ما خلص الجلسات الحمد لله ويمكن قابليها بعد جلسة التالتة هو كان عامل حفلة قريب من حوالي اسبوع وعشر تين في القلعة ما شاء الله قعد ثلاث ساعات رايح جاي على المسرح وبيغني ما شاء الله فهو الحمد لله تحسن انبسط جدا وخف الحمد لله فنان جميل وكي موقامة كبيرة علمية طبعا وحضرتك وهو كي موقامة فنية فعرف يعني الحلقة دي ده سماء هو اللي اصار ان يعرف الناس لان قال لي فيه للناس ما تعرفش وده فعلا خير ولازم نعرف الناس خيري نسأل دكتور سراج هو يعني احنا شفنا الفنان الجميل هاني شاكر فرحان ومبسوط اللي وصله ده بعد كم جلسة وبعد المد كتقدقين هي دي الفكرة اللي احنا بنقولها ان احنا الحلقة دي زي برضو النقطة اللي انت قصرتها ان احنا ما بنتكلمش على الكورتزون لان الكورتزون بيقبى تأثيره لحظي وسريع وللأسف بيعمل تآكل زيادة للمفصل لكن الحلقة ديات لما صورناها مع الستاذ هاني احنا تقريبا كان بعد 3 شهور تقريبا من فترة العلاج بعد كذا الجلسة متكررة يعني هو كان بيجي في الموعيد بتاعته كان ملتزم جدا ومنضبط جدا فموعيده لما بنقوله المعاد كذا بيجي وبيحب يسأل وبيحب يفهم وهنعمل المرة دي وبدأنا نعمل معاه عملية البناء عملية البناء ديات لما بدأت تظهر النتائج بتاعتها الحمد لله بيبدأ الالم يختفي تماما لان الجزء السطح المفصلي اللي كان حصله تآكل بيظهر تحته الأعصاب الترافية اللي بتعمل للآلام بدأ يضغطى عن طريق حقن البلازمة فبتتكون الطبقة الطبيعية المفصلية فالآلم بيختفي فيبدأ يتحرك من غير آلم يبدأ يتني رجبته براحة من غير ما يبقى عنده أي مشكلة يقدر يقف ويقدر يتحرك ومن ضمن التعليمات اللي احنا دايما بنقولها للمريض بتاعنا اتحرك دايما امشي دايما ما تستسلمش للقاعدة هو اول ما يحس ان ما فيش آلم هو اصلا يتحرك هو فيه من فينا بيحب يقع لا فيه ناس الكبار السنة بيقع عندهم فكرة يقولك ان انا لو مشيت او استعملت رجبته كتير انا بزود التآكل اللي موجود فيها ودي معلومة طبية خاطئة تماما الحركة او الماشي بانتظام لفترات مش طويلة قوي ده بينشط افراز السعر الزلالي بينشط باول عضلات اللي موجودة حوالين مفصل للرجبة بيحسن الصحة العامة بتاعة الجسم فبيخلي المريض يبدأ يتحرك اكتر وده اللي شفناه مع الاستاذ هاني الامور لما بدأت الالام بدأت تختفي عنده بدأت يتحرك معاش فيه مسكنات الحمد لله وبدأت يمارس حياته الطبيعية تماما انا مش عارف اقول لكم ايه غير ان انا كان نفسي الفقرة دي تبقى ساعة ولكن فيه تقرير هيكون معانا يا جماعة بنبين فيه كمان ان الدكاترة الشطرة دي مش بس بتعالج مشاكل اللام الرجبة لا كمان مشاكل اللام العمود الفقري وهيكونوا معانا فقرات كتير هنتكلم بضبقه عن العمود الفقري ومشاكله وازاي بنعالج اقلام فيه بس خليني طبعا اشكرهم بنشكر دكتور سامي انتي الاستشاري اول علاج اقلام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحة ودكتور سراج الدين استشاري جراحات العظام والقصور وعلاج ألام المفاصل انتو نورتونا وهنشوف التقرير وهنرجع لكم بعد كده بفقرة جديدة